على اقل هنا الجمهور يتفعل معاك على اقل الجمهوري نجم يدز معاك ونجم يتكلم وهزيمة هزيمة صعيبة مايش المشكلة في طريقة الهزيمة تنجم تخسر تنجم تضيع تنجم ما تكونش في نهارك واكثر حاجة نجم نركز عليها واللي بالنسبة لينا كانت تمثل مصدر قوة المنتخب عسليما ومرحبا بكم مزالت كيف انتهيت مقابلة منتخب قطر ضد ليكوادور اللي خسار فيها اثنين سفر بصراحة قبل ما نبدأوا نحكيه على الماتش وقبل ما نبدأوا نحكيه على اسباب الهزيمة الهزيمة القاسية الهزيمة بصراحة اللي صعيبة لكن قبل ما نبدأوا ما تنسيش تشترك في القناة وتنزل لايك وتنزل عن نقوز باش اول فيديو جديد يهبط يسلك تتفرج عليه بصراحة هزيمة كانت خايبة وخايبة برشة ووجعت برشة جماهير منتخب القطري وجماهير المنتخبات العربية وجماهير العربية في كامل بقاع الارض على خاطر اليوم قاعدين نحكيه على مونديال اول مرة في دولة عربية لكن بصراحة المباراة كانت خايبة وخايبة برشة المباراة كانت صادمة بالنسبة للجماهير صادمة في صفوف القطريين على اداء المتواضع والسيء جدا للمنتخب وكما نعرف الناس لكل دولة قطر وفرت كل شي للمنتخب هذي تقريبا خمسة سنين على رأس الادارة الفنية للمدرب ملاعبية يلعبوا وبعضهم قيمة تسويقية مايش بشتفرق برشة لكن اليوم نلقاو المنتخب هذي بلا هوية ما عندوش ايدونتيتي ما عندوش حاجة تدل على انه فريق قاعد يحذر لكأس العالم منذ انفزة قطر بتنظيم كأس العالم بديت الخدمة واتحاد الكورة كان يوفر كل شي كما شوفنا حتى الاداء كانت تطور في السنوات الخلانية الفين وتسعتاش تمكن انه يكون بطل اسيا لكن الحاجة هذي صدمتنا اليوم كيشاهدنا المقابلة مباراة بعيدة برشة على الواقع كي نحكيه على مونديال قطر ونحكيه على التحذيرات ونحكيه على عبدا شنو تستنى المنتخب العنابي شنو اللي يستنى فيه نحكيه على نجوم المنتخب العنابي المعز عليه اكرم عفيف لكن الشي هذي اللي مسارش اليوم شوفنا تقريبا الفريق سر معناها بتريقة خايبة وخايبة برشة معنا يتوجع اليوم كي تتفرج في عالم كورة القدم وتشوف يسجل في تاريخ انه اول البلدي نظم كأس العالم ويخسر في المقابلة اللونانية تقريبا الشي هذي شهدنا في الفين وعشرة في جنوب افريقيا لكن عمل واحد واحد ضد المكسيك لكن اليوم نلقاو المنتخب القطري يخسر وهزيمة هزيمة سعيبة مايش المشكلة في طريقة الهزيمة تنجم تخسر تنجم اتضايع تنجم ما تكونش في نهارك تنجم تلعب وتعمل ردة فعل لكن تخسر هذيك الكورة وهذيك كورة القدم لكن اليوم زلوا ريكسيون كي نشوفوا تقريبا الماتش كامل مفهومة حتى فرصة اليوم كي نحكيه على الماتش ملول كيفيش بديه المنتخب القطري متعرف عليه المنتخب القطري كالعادة يلعب بثلاثة اربعة اثنين واحد تقريبا الكورة الكل تتعدى على جنيب مفهومة حتى مليعبي قاعد يغطي مفهومة حتى مليعبي قاعد يسكر شاهدنا لقطة الهدف الثاني الي بصراحة نقاط استفهم واستفهم كبيرة شوف الكورة كيفيش تمشي على اليمين ويعمل الكروس ومن غادي تلقى المليعبي واحده تقريبا معناها تلقى زوز مهاجمين في وسط ثلاثة مدافعين لكن ما هوش في صدره ما هوش حاصره ما هوش لسيق له انه بشي يخلي مهاجم ما يمركيش الهدف وإلا ما يضربش الكورة بالرأس تلقى يسجل هدف جاء الهدف لوليني وحمد لله كان ملغي لكن نحمل الحارس من الخطاء متاعه معرفش يتصرف اللقطة هذي كان نفس الشيء زادت واصلة اخطاء الحارس اللي اثر في المباراة هذية مريدش عمل حتى مريدش عمل حتى في المقابلة مريدش عمل حتى براد ناحى كورة وإلا تصدي ممتاز النجم ونحكي وعليه بالعكس زاد عكر الامور وقت اللي ضربة الجزاء كان هو سبب فيها معناها المليعبي صحيح كان طلب في العمق لكن المشكل مش في طلبين الكورة المشكل في طريقة التعامل الديفونساريت مع المليعبي اول حاجة يطلب ما بين زوز ديفونساريت وهذي معناها من الاخطاء البديهية في عالم كورة القدم نفس الشيء زادت تصرف خاطئ وخاطئ جدا بالنسبة للحارس كنسبق شوية اللي مليعبي ما ينفردش بالحارس وما يمركيش الهدف هذيك لكن خروج خاطئ ضربة جزاء واضحة وصحيحة وما فيها حتى جيديل وما فيها حتى نقاش بالنسبة الهدف الثاني كما حكينا عليه معناها اخطاء فاضحة بالنسبة للدفاع نفس الشيء زادت ما فمش ردد فعل معناها تقريبا اول فرصة شاهدناها اليوم كنت نجم تقلب المباراة لكن تقلب المباراة باللغة الحماسية خاطر لما نحكيو الواقع ونحكيو شنو اللي فما في التيران وشنو اللي موجود حاجة متنجمش تكون كيف كيف على خاطر نحكيو على منتخب بصراحة اليكوادوري اليوم كان معناها متميز ومتميز جدا شفناها اليوم كان فيز بالثنائيات الكل لكن بصراحة خلينا نتعمقوا اكثر ونحكيو اللي مرينياش حتى ردد فعل معناها تقريبا اول اختراق كان في دقيقة خمسة وربعين زيت خمسة معناها في اخر نهاية الشوط الاول شفنا معناها كرة تتلعب على اليمين سانتر لكن المعز عليه معرفش التعامل مع الكرة هذيكا معناها الهنية شفنا المنتخب القاتري بصراحة ادخل في الشك تحيح النقطة هذيكا كانت تقريب المقابلة لكن هذي نحكيو بالحماسية ونحكيو بالانفعال لكن في الواقع وقت اللي نشوفو ازوز منتخبيت ونشوفو طريقة لعب المنتخب الاكوادوري طريقة لعب المنتخب القاتري ما نحسوش الي فوما ردد المنتخب القاتري جاي يلعب في الكرة ولا يكون متواجد ولا ينجم يربح ولا ينجم يقلق المنتخب الاكوادوري شاهدنا الحارس المنتخب الاكوادوري يمكن تقريبا في دقيقة تسعة وثمانين تزديدة من بعيد وكانت قريبة للمرمى لكن ما شوفنا حد شي غير هذا ما شوفنيش ردة فعل متاع بلد مستذيف كأس العالم ما شوفنيش هكاليندي في عم لعبية يحب ويربح وهذي يراي حاجة تتغرس في الملعبية من غير ما يدخل فيها المدرب وما يغير ما يدخل فيها حتى واحد بالعكس شوفنا خوف من الملعبية شوفنا معناها الملعبية مكبوسين الملعبية قوش عليهم بيش يمشي ويحاربوا مش بيش يمشي ويلعبوا مباراة كرة قدم اللي فيها الربح والاخسارة بصراحة المستوية بعيد برشة على بعضه ونحكي على قيمة تسويقية للمنتخب الليكوادوري اللي تبلغ مية وستة واربعين مليون يورو واكثر حاجة نجم الركز عليها واللي بالنسبة لينا كان تمثل مصدر قوة المنتخب الليكوادوري على حساب المنتخب القطري انه كان استغال العمق بصراحة الملعبية من ديزل يعب في الوسط عمل الفرق اليوم في المقابلة بصراحة شوفنا الملعبية هذي في اكثر من مرة كان ياخذ الكورة كان يلوج على العمق كان في كل مرة يعطي الكورة في العمق شاهدنا في كل مرة انه يلوج على العمق ويحاول يعطي في البروفوندور وفي ظهر المدافعين نفس الشيء زادة كان فيما تنوية على مستوى الهجمية على يمين وعلى يسار شاهدنا المنتخب الليكوادوري كان استغال برشا لجنيب كان ضرب برشا الكروس كان ضرب برشا لسانتر على يمين وعلى يسار هذي كان اكثر نقطة قوة بالنسبة للمنتخب اللي اعتمدها اليوم لكن بصراحة ردة فعل محتشمة من المنتخب القطري نعرفه اليوم منتخب القطري يلعب ضد فريق قوي وقوي برشا كان كمل لربع تصنيف بالنسبة للمنتخبات امريكية اللاتينية لكن هذي ما يخليكش انك تقدم مقابلة سايقة ما تليقش بلدي ينظم كأس العالم صحيح ليكوادور معنا يا فريق كوي كان سجل سبعة وشرين هدف تعادل مع الرجنتين تعادل مع البريزيل يملك ثمانية ملاعبية يلعبوا في البطولات الاوروبية اساسية الحاجة هذيه صحيح نقطة قوة المنتخب الليكوادوري لكن اليوم بصراحة ادي ضعيف وضعيف جدا اليوم ما فوما حتى ردة تفعل حتى ليشانجموا بصراحة جاءوا متأخرين ومتأخرين برشا هونية ما نجمنيش نفهموا فكر المدرب لكن الواضح على المدرب هذي انه استعمل لو رقم طيعه من الول انه الملاعبية اللي عنده فيهم الثقة وليحسهم ينجموا يعاونوه ولي نجموا يجيبونه الطرح كما بعز عليه كما اكرم عفيف هذيكم كان دازهم من الول وقاعد يستنى لكن بصراحة مرينيش ردة فعل تنجم تخليك انك تربح انك تعدل انك تعمل ايكس شفنا معناه في اخر المقابلة كيفاش الفريق الاكوادوري قاعد يجري في المقابلة بما انه المقابلة الالجاية بيش تجمعوا بهولندا قاعد في كل مرة يلعب في اللعب المباشر. حني لذاتي غير حقيقة اليوم مناش قاعدين نزيده ومناش قاعدين نزايفه في الحقائق لكن حبي يجري المقابلة وحبي يجري المقابلة جاء بما انه كما نعرف لا يمات قرب برشا لبعاذ هم بالنسبة المقابلة الجاية للمنطخب القطري اللي بشكون ذات السينيغال معنا نعرفه بصراحة سينيغال قوية وقوية برشا تمانينا انه اليوم يعمل رزولتات بيه تمانينا انه يعمل رزولتات بوزيتيف بشي خليه يكون متوجد ويخليه انه هو يناجم يمشي في الكاس العالم هذيه على اقل انك تربح في المقابلة لولا حتى اذا كان مربحتش تعمل تعادل في الختام هذيك الواقع بصراحة اليوم تمانينا المنتخب القطري انه يعمل نتيجة ايجابية المنتخب الليكوادوري مسرقش الفوز بتاعه وكان عن استحقاق مشوط الاول حسم الامور وقعد يجري في المقابلة لكن الحاجة هذي ان شاء الله ما تخليش المنتخب القطري انه يتراجع في قادم الجولات وفي قادم المقابلات ان شاء الله قادم مقابلات ممتازة حظ موافق زد منتخبيتنا العربية بصراحة بعد برشة على بعضنا في نيبو بعد برشة على بعضنا على مستوى الكورة الاوروبية والكورة العربية بعيدة على بعض الشيء ما يتقابلوش ما نجموش نكون وكيف هذي واقع ولازم نتعاملو معاه لكن في الظروف هذي اموها على اقل تخبش على اقل تعملها فرصة على اقل جيب حاجة على اقل توري يروحك انك انت تحب تربح تظهر انك تحب تفك حاجة على اقل هوني الجمهوري يتفعل معاك على اقل الجمهوري نجم يدز معاك ونجم يتكلم ويقول والله صحيح حبينا نربحه ولكن اليوم اللي شهدنيه من المنتخب القطري انه كان بعيد جملة على ادي امتيع وبعيد جملة على المستوى متاع وبعيد جملة على انه بلد ينظم في كاس العالم بعيد على منتخب كينفيز بكاس اسيا سنة الفين وتسعتاش هكا كملنا الفيديو متاعنا حظ موافق للمنتخبات العربية الكل وان شاء الله بش تكون عنا تغتية خاصة بالنسبة للجولة ثانية شكرا لكم على المشاهدة ميخ سيبوكو يعطيكم الساحة تسبح الاخير الناس الكل